الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وبعد المتكبر جل جلاله من أسماء الجلال الخاصة بالكبير المتعال اسم الله المتكبر يبقى خلي بالك بقى هنا قد عرفت أن هناك أسماء خاصة بالله سبحانه وتعالى لا يجوز لأحد أن يتسمى بها أو يتصف بصفتها من هذه الأسماء اسم الله المتكبر ثاني من أسماء الجلال الخاصة بالكبير المتعال اسم الله المتكبر قال الله هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر قرأ النبي صلى الله عليه وسلم يوما على المنبر قوله تعالى والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون ثم قال يقول الله عز وجل أنا الملك أنا الجبار أنا المتكبر أنا المتعال يمجد نفسه الرسول بيعلق على كلام الرب بيقول الرب قال هذا الكلام أنا الملك أنا المتكبر أنا المتعال أنا الجبار يمجد نفسه سبحانه سيدنا عبد الله بن عمر روح الحديث يقول إيه فما زال النبي يرددها يردد كلام رب العزة سبحانه وتعالى فما زال النبي يرددها حتى رجف المنبر حتى ظنن أنه سيخر به المتكبر جل جلاله ما معنى هذا الاسم في حق الله يعني المتكبر الله متكبر يظن عامة الناس أن هذه صفة ما هيش طيبة ما هيش طيبة في حقك أنت لكن في حق ربنا جل جلاله صفة كمال وجلال ما معناها من يرى نفسه أعلى من الناس من يرى نفسه أعظم من الناس فإن المتكبر جل جلاله يعامله بنقيض قصده فيذله في الدنيا والآخرة هو هذا المعنى بقى كم ممن كان ذا نفوذ وأملاك كم ممن كان يشار إليه بالبنان لسعة سلطانه ولعظيم ملكه فتعالى على الخلق فأمن متكبر جل جلاله أذله بمرض بس مرض جنود الله تعالى لا حصر لها وما يعلم جنود ربك إلا هو من جنود الله المرض أذله الله تعالى بمرض فقط فأصبح لا يستطيع أن يسيطر على حركة يديه عافكم الله حتى أنه لو دفعه طفل لن كب على وجهه ذاك هو الله المتكبر هذا المعنى هو أظهر معاني اسم الله المتكبر عشان كذا جاء في الحديث القدسي يقول ربنا سبحانه وتعالى الكبرياء ردائي والعظمة إزاري يعني الكبرياء والعظمة صفتان خاصتان بربنا سبحانه الكبرياء ردائي والعظمة إزاري من نازعني واحدا منهما من اتصف بالكبرياء أو اتصف بالعظمة عذبته وفي رواية قذفته في النار الكبرياء ردائي والعظمة إزاري من نازعني واحدا منهما عذبته أو قذفته في النار المتكبر جل جلاله كيف نعبد الله باسمه المتكبر رقم واحد أن نستشعر استحقاقه سبحانه وتعالى وحده للكبرياء والعظمة مهم جدا دي أن نستشعر معاني العقيدة كلها المفترض أن الإنسان يعيشها لأنها المفترض تبقى مغروسة في القلب مركوزة في النفس عشان كده بقولك أن نستشعر استحقاقه سبحانه وتعالى وحده الكبرياء والعظمة دون سواه الإمام الخطابي عندما كان يتكلم عن اسم الله المتكبر يقول كلام جميل قوي مفاده أو ملخصه أن التاء في كلمة المتكبر فيه تاءهي لها بعد الميم التاء في كلمة المتكبر قال لك دي تاء التخصص لا تاء التعاطي والتكبر لا تاء التعاطي والتكلف دي تاء التخصص لا تاء التعاطي والتكلف يعني الصفة دي مفيش حد أعطاها لله حاشا حاشا سبحانه والله جل جلاله لا يتكلفها هذه صفته وخاصته سبحانه وتعالى يبقى أن نستشعر استحقاقه سبحانه الكبرياء والعظمة دون سواه المعنى أن الكبرياء صفة خاصة بربنا سبحانه وتعالى فالله المتكبر ليس كالمخلوق الذي يتكبر وليس بكبير الذي يتعظم وليس بعظيم الذي يتعالى أحيانا وليس فيه علوم الذي يتفاخر وهو الضعيف العاجز الله مش كده الله هذه صفته وفيه سبحانه وتعالى ويستحقها الكبرياء رداء سبحانه وتعالى لا تليق هذه الصفة صفة التكبر صفة الكبرياء إلا به وحده لأنه الملك وما سواه مملوك لأنه الحق وما سواه باطل فهو وحده المتفرد بصفات الكمال والجمال والعظمة والجلال جل جلاله سبحانه والكبير وكل ما دونه صغير وسبحانه هو العلي وكل ما دونه دون وسبحانه هو العظيم وكل ما دونه حقير إلا من أعلى الله تعالى شأنه وقدره المتكبر جل جلاله تكبر عن الولد والزوجة تكبر عن الند والضد والشبيه والمثيل والنظير تكبر عن الموت تكبر عن العناء والتعب تكبر سبحانه عن كل سوء وشر ونقص وذر ولهذا جاء في الحديث يقول عليه الصلاة والسلام ثلاثة لا تسأل عنهم يعني يعني دول ضاعوا ثلاثة لا تسأل عنهم رقم واحد رجل نازع الله في كبريائه فإن رداءه الكبرياء وإزاره العظمة رجل إيه أول واحد بقى من اللي ضاعوا دول رجل نازع الله في كبريائه اثنين رجل شك في أمر الله ثلاثة رجل قمط من رحمة الله إذا رقم واحد نعبد الله باسمه العزيز أن نستشعر نعبد الله باسمه المتكبر أن نستشعر استحقاقه سبحانه وتعالى للكبرياء والعظمة دون سواه اثنين أن نتواضع مع الله سبحانه وتعالى أنا أعرف أن فيه توضع مع الناس فيه توضع مع الله طبعا إيه هو التوضع مع الله؟ أن نقبل النصيحة وننقاذ للحق سيدنا الفضيل بن عياد كان بيقول كذا أن تقضع للحق وتنقاذ له وتقبله ممن قاله ولو قاله صبي قبلته ولو قاله أجهل الناس قبلته ده اسم التوضع مع الله آخر حاجة نعبد الله باسمه المتكبر أن نتواضع مع الناس كما قال عليه الصلاة والسلام وقد صعد المنبر يوما وهو يقول إن الله تعالى أوحى إلي أن تواضعوا حتى لا يفخر أحد على أحد ولا يبغي أحد على أحد المتكبر جل جلاله